السلام عليكم اليوم الفيديو من منطقة بيك ديستريكت عبالي ليك ديستريكت قبل فشوفوا أناقة وبساطة الشارع البريطاني قدامكم شوفوا هذه المناطق الخضرق كلها عبارة عن ألف للحيوانات ودائما يسولها إدامة ويثبتون الحدود مالتها ترون طليان الآيشة هنا عبارة عن تلعب حديد يعني ونحن خطير طلينا بالعراق قام يأكل بالكاغد والزبالة والله يساعدك بالمناسبة المعروف هنا أن الناس أغنى من الناس المدينة ويوجد بعض المنازل سيارات بها خمسة أو ست سيارات بي أم ومارسيدس وأودي شوفوا الطبيعة شوفوا الطبيعة مريحة لأعصاب هنا مرة شمس مرة مطر مرة غيم مرة باردة مرة حارة لا تعرف ما الموضوع حتى الأنواع الجوية ليس مفضوطة نفس اليوم غمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر وهذا طبعا المطر غير متوقع لأنه أنا ما أتقبل عنواء الجوية البريطانية فجبت شمسيت ويأي أو مظلتي لأفن ولكننا نحن نصعد لفوق هذا الشارع لفوق ولكننا لا نذهب لنذهب إلى طريق ثاني وهو الغابة شبه الغابة سماحة ترون من المطار الشمس من الشميس المطر من حارة إلى باردة من باردة إلى حارة كل شيء توقع ببريطانيا أنباء الطقس تقول أنه لا يوجد مطر اليوم ولكن مطرت مدة ساعة ثم أهلا الطقس نفسهم لا يدعون كيف توقع أمالهم صحيحة أو لا توقف يساعد جريد لا توقف جميل وهذه المنطقة التي تشارك جميلة وهذا الخزان الذي يأتيها الثاني يوجد بحيرة في هذه الجهة سوف أشعر بالصورة هذا مستودع مياه جدا كبير اسمه خزان مياه يعني خزان مياه يعني صورة بريطانية أم الضباب وأم المطر وأم الرطوبة وأم الزراعة يجعلون بكل منطقة خزان مياه خاف يحتاجون في اليوم الحالات الطوارئ ونحن في العراق قمة الجفاف وقمة التصحر وما عندنا مشاريع وما عندنا إدامة للمشاريع منجزة بالعقود الماضية المهم المهم هذا الخزان يزودهم بمياه الشرب في المناطق في المناطق يسموها East Midlands الخزان أول ما بينه وتسبب فيضانات بعض المناطق بسببه وقراء أخرى اختفت اختفت نائيا بسبب هذا الخزان هذا الخزان بنوب من 1935 إلى 1943 يمكنك أن يزودهم بسببه ما يمكنك أن تزودهم بسببه وإنهم من 40 هناك بسببه هذا جمال الرئيس البيطاني هذا المكان هو المكان مع الإدارة هذا المستودع يا صياد السمج اللي بنية جيب لي السمجتين نعني مالي انتوا أنس الحجي روح مرحبا وهذه الغابة اللي هي طريق سعودنا لفوق حتى نختصر وقت ساعتين إذا مشينا على الطريق مال السيارات على ما نوصل القمة الجبل فهذا الطريق اللي هو الشبه غابة وصلنا بأربعين دقيقة تقريبا وإحنا الله شاهد ما تردب عليكم وصلنا بأكثر من أربعين دقيقة يعني اشرفنا لو ماشين على الطريق مال السيارات هنا أنا رجلي كنت لابس هذا البنطرون القصير رجلي شقيت شقيت من وراء النباتات هذه الصغيرة لا يوجد حساسية حساسية وضوئية كان انتهيت مرحبا مرحبا لا أعرف مين أنهز وصلنا إلى اللوه بشيء وحساسية وقبل أنهز سوف أحد جانعا أبالك حرب وهذه البحيرة من فوق طبعا بها مثل الذيل هذه البحيرة المتدى لها مسافات مميادة وراء الى التلال وبالمناسبة هذا الجبل تكتل احجار رملية صلبة خشنة سيليكونية تغطت بالتربة على مرة سنية وللعلم والاطلاع هذه الصخور بها مواد جدا مهمة لمواد البناء و اغلب الصخور البنت من الجامعات القديمة و القصور و البيوت الحجرية يشوفون القصور على شكل قطع متراسطة من الصخور هي من هذه الانواع من الصخور و حاليا هذه الانواع من الصخور في هذه المناطب نصنع منها طابوق بعد خلط هواء رمل و اسمنت و معروب و في هذه المناطب تلقون هواء التسلب نحن كل شو هاي ولكن ليس في هذا الجبل و انما جبال اصعب لهذه البواية جبال عمودية اللي هي بالجامب الاخر وردني الطنيان الله يساعدهم شباب كيف الحال؟ ياهلا ياهلا الطني مرتب ابيض مغسول من قد المطر و الرطوبة ليس في الطني الاراقي خطية اصفر يلعب النفس شوفوا هاي شوفوا هذول الاطفال ياخذهم اهلهم و مدرسيهم بالمدرسة مكانات مثل هاي يتقوي مخيلتهم و تنطيهم و تنطيهم راحس بالحياة و احنا اطفالنا بالعراق مساكين اطفالنا بالموقع ايهلا هاي اللهم طريق مدرسي انظر يصعد لغوك شوفوا تماما بالسياحة من هذه المناطق شبكات قطارات وشوارق حتى السياحة يوصلون وكلها فلوس بسيطة بريطانيا لكن المستغلين بصورة صحيحة هذا هو التخطيط الصحيح للدولة مهما تكون بسيطة لكن هناك تخطيط بناء بالطريق الصحيح بسيطة ترى هنا مناطق بها شمس ومناطق بها مطر ومناطق بها بزغيم تستطيعون ترى المطر بالجانب البعيد من الفيديو ترى هناك مطر هناك ترى الغواشي أو الضباب ولكن هناك شمس التوزق فاني اشتركوا في القناة 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 لنرى كلها تابعة على البيوت ولكننا طبعنا منها حتى نختصر الوقت تيحنا الطريق صراحة لا أحب أن أشذب عليكم وهذا بيت بريطاني سووا مطعم شوفوا البساطة والأناقة يعني مكان كلاسيكا على حاله كل شي ما كنت نائب بس شغلات نباتية جماعة يأكلون لأن نحم الأدم وحلال وهاي محطة القطار شوفوا سكاة القطار يعني من تشوفوها أو تشوفون القطار يعني الفيديو راح يخلص وراجع له لشوفوا الألوان شوفوا الجمال شوفوا الغروب شوفوا الألوان صافية والله يعني بالحقيقة بهواي أحلى من الفيديو كما الله يمسافرين موسيقى 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 موسيقى